الثانية كانت شكوى بعض المصريين بالخارج من مشكلات ما بعد التسجيل بمبادرة استيراد السيارات وان ما فيش اي رد بعد ما الناس دفعت الرسوم وحولوها وزارة المالية طلعت بيان بعد اداعة الشكوى مباشرة وردت في اكتر من نقطة قالت ان الوزارة حريصة على تسريع وطيرة العمل والخاصة لانهاء اجراء استيراد السيارات وتم مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الاجازات والعطولات الرسمية لانجاز الموافقات الاستيرادية وتم فعلا الانتهاء من حوالي 40 الف موافقة استيرادية في 37 الف يعني انت مش لوحدك تحت الفحص وزارة المالية بتطمنكم وقالت ان تأكيد التحولات البنكية بياخد وقت لكن مفيش قلق العبرة بتاريخ التحويل وليس بتاريخ وصولها للحساب وزارة المالية او البنك الاهلي والوزارة ملتزمة بسداد الودايع للمستفدين في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاق شكرا وزارة المالية